ميدانيا نقف على آخر التطورات من جنوب قطاع غزة مع مراسل الحدث الزميل أحمد حرب أحمد مرحبا بك إليك مباشرة الجديد نعم سعد الجديد وما نتابع وما نلحظ في الساعات الماضية هو أن القصف المدفعي يشتد على المناطق الشرقية لقطاع غزة خاصة في شرق مدينة خنيونس هذه المناطق تتعرض إلى قصف من المدفعية الإسرائيلية بشكل شديد وعنيف أيضا في المحافظة الوسطى في شرق المغازي شرق البريج أيضا في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع هناك قصف من المدفعية الإسرائيلية بشكل شديد المدفعية أيضا في المنطقة الشمالية لقطاع غزة تقصف منازل المواطنين والأراضي الزراعية الفارغة في هذه المناطق أيضا هناك عمليات برية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مدينة خنيونس جنوب القطاع تتسع رقعة هذه العمليات في مناطق وبلوكات مختلفة في مدينة خنيونس خاصة في وسط مدينة خنيونس هناك دبابات إسرائيلية هناك اشتباكات تدور على الأرض بشكل مركز ومكثف ما بين عناصر القسام هو الفصال الفلسطيني الأخرى والجيش الإسرائيلي أيضا هناك اشتباكات تدور في أجهة الشرقية لمدينة خنيونس في منطقة بني سهيلة القرارة منطقة الفخاري حي الشيخ ناصر هذه المناطق تتعرض إلى اشتباكات عنيفة بين وقت وآخر الدبابات الإسرائيلية تقصف المنازل التي تتواجد بها الدبابات الإسرائيلية وبالتالي الاشتباكات أيضا تمتد إلى مناطق أخرى في العملية البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المحافظة الوسطى خاصة في شرق مقيم البريج هناك تقدم لأدبابات الإسرائيلية هناك توغل متقدم لأدبابات في شرق البريج هناك اشتباكات تدور على الأرض الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف منازل المواطنين بشكل مركز وأيضا في المنطقة الشمالية لقطاع غزة هناك اشتباكات هناك قصف من المدفعية الإسرائيلية وأيضا من الطائرات الحربية الإسرائيلية الجديد هو أن في شمال مخيم النصيرات في منطقة المغراقة أيضا هناك اشتباكات وأيضا قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية نعم أحمد أبدا نأسأل عن أمرين أولا الظلام الذي وراءك ما سببه وتاني ما كنا نستمع إليه من صوت متداخل هل هو تبليق عن مفقودين أم عثور هذا الإعلام مكبرات الصوت ماذا بالضبط في مثل هذه الظروف يقدم من رسائل أو حتى نداءات نعم سعد الظلام الدامس هو بسبب انقطاع الطيارة الكهربائية بشكل كامل عن هذه المنطقة نحن نستخدم المولدات الكهربائية ونستخدم أيضا الكهرباء التي تغذي المستشفى الذي بجانبنا أيضا نستخدم الكهرباء من المستشفى نمد به أجهزة البث أيضا بجانبنا هناك مسجد قبل قليل أعلن عن فقدان طفلة هي في المسجد يعني تبليغ للأهالي ولسكان هذه المنطقة أن من يبحث عن طفلة هي الآن متواجدة في هذا المسجد وعليهم التوجه إليها سواء كان لأفراد أسرتهم أو لأقاربها نعم أحمد يعني مع كثرة المناشير الإسرائيلية والطلب من السكان من انتقال إلى منطقة يكتشفون أن هذه المنطقة أيضا لا تسلم من القصف أنت على الأرض يعني هل صار هناك تعريف محدد لمصطلح نازح كما هو ما حود عليه في كل مكان في العالم أم هي أصبحت سمة الحياة يعني يعني كل المواطنين في قطاع غزة أصبحوا نازحين وأخذوا هذه الصفة وأصبح أيضا روتين حياة نحن نتنقل من مكان إلى آخر سعد كتواقم صحفية كمواطنين مرة من هذا الشارع من أمامنا في الساعات الماضية عشرات السيارات التي تحمل البطنيات والأغطية وكل المواد الأساسية وكل شيء معهم في هذه السيارة قادمين من مخيم النصيرات من المخيم الجديد الذي أمر الجيش الإسرائيلي سكانه بالإخلاء وبالتالي هم ذاهبون من هنا باتجاه منطقة المواصي غرب رفح وبالتالي نحن نتحدث عن حركة نزوح كبيرة هناك تنقل أكثر من مرة لعائلات كثر نحن تنقلنا أكثر من مكان حتى ننقل الرسالة والتغطية وبالتالي عملية النزوح ما زالت مستمرة في كل يوم يكون هناك عملية نزوح أيضا سعد أي منطقة يتم استهدافها من الطائرات الحربية الإسرائيلية سكان هذه المناطق يقوموا بالإخلاء بشكل تلقائي وفوري هربا أول من الاستهدافات وثاني خوفا من تكرار الاستهدافات على هذه المنطقة وبالتالي هم ينجوا بحياتهم وأنفسهم وأبنائهم وكل شيء في حياتهم يقوموا بالإخلاء بشكل مباشر إلى منطقة أكثر أمانا ولكن على كل حال سعد لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة ولا يعرف المواطنين أين يذهبوا بعد أن تكررت عملية النزوح لديهم في أكثر من مكان من جنوب قطاع غزة مراسل الحدث الزميل أحمد حرب شكرا على كل هذه التفاصيل